بعد أن قامت كل الوحدات العسكرية بإعادة تمركزاتها وانتشارها في جميع محاور مصراتة ومع استمرار إرسال الإمداد العسكري للجيش الوطني المتمركز في جباهات القتال بانتظار أوامر القيادة العامة لتنفيذ عملياته العسكرية ضد الميليشيات الإرهابية والمرتزقة والغزو التركي فالجيش يقف في النار ويحمل بندقيته ولا يريدها أن تسقط فيسقط الوطن ها هي بدأت الأوامر تصدر بتحرك قواتها حيث قامت سريد كورنيت التابعة للواء 106 مجحفل بالقيادة العامة بالقوات المسلحة باستهداف تجمعات لميليشيات الإرهابية المدعومة من المرتزقة السوريين والغزو التركي بمنطقة جارف جنوب غرب سرط كما أوضحت مصادرنا أن الضربات سرية كورنيت استهدفت عربات وأليات ميليشيات الإرهابية وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعداد إنما تبقى من الميليشيات انسحبت من المحور تركين خلفهم جثث العناصر الإرهابية وألياتهم أسمى العزومي ليبيا الحدث